مصنع نبيدان عمره 1500 ألف عام بهيكل حجاري متماسك تجعلك تتصور عملية صنع النبيد بالقدم اكتشفته السلطات الإسرائيلية على مساحة ملعب كرة قدم سلطة الأثار الإسرائيلية قالت إن المصنع الذي اكتشف في مدينة يفنى على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي تل أبيب يضم خمسة معاصر للنبيد كانت قادرة على إنتاج نحو مليوني لترا سنويا كما عثر على العشرات من أباريق النبيد الطويلة والتي صنعت في أفران كبيرة داخل الموقع ويمكنها أن تحوي ما يصل لـ 25 لترا وقال فريق التنقيب إن هذه الأباريق كانت تعرف باسم جيراري غزة نسبة إلى الميناء القريب الذي كانت تشحن منه إلى الخارج وعثر على جرار متماثلة في جميع أنحاء أوروبا مما يعد دليلا على ارتفاع الطلب على النبيد وتصديره للخارج قال أحد مديري التنقيب جون سيليجمان وصفا المجمع الذي تعتزم السلطات فتحه للجمهور أن وجود خمس معاصر ضخمة بجوار بعضها البعض يظهر وجود تصميم صناعي وصفا المشروب الذي كان ينتج بالأبيض الخفيف سائغ المذاق ترجمة نانسي قنقر